موسيقى 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 أهلي اليوم راح أوريكم الشمطة اللي شرعتها الشمطة من براند معروف في نيويورك اسمه داغني دور ما دليدة معروفة عندكم بالسعودية بالعالم العربي بالخريج بس عندنا يعني تقريبا ستها حلو طبعا هالشمطة أنا شرعتها هدية إيه هي كمان في بالها تشتري الشمطة هالي وقالت لي أروح للمحل ورحت للمحل وقالت لي بعطيك الفلوس وكده بس روحي شوفوا إذا اللون اللي أبيه موجود اللون ما كان موجود فقلت لها أنه مو موجود وقالوا أنه مراحة يجبونا يعني كان سيزنال وكده تعفونا يعني ما يصير مثلا السيزن معين وبعدين ينقطع من السوق اللون فشيس like أوكي يعني يعني متى ما شفتي وكده يعني علميني واشتري هالي المحل الحين في موسم الحدايا فكرت أجيب لها الشنطة هذي لأنه مرد تقريبا سنة عنه وبهم ونبنت نزل ففكرت أجيب لها الشنطة هذي طبعا مش نفس اللون اللي تبيه بس نزل لون جديد موسمي وعجبني كثير بس يعني اتمنى ان هي عجبها اذا ما عجبها بقولها ارسليها انا بأخذها لأنها عجبتني من كثير من الشنطة عجبتني راح أشتري لي زيها بعدين عرفت لي لما تشترون هدية و تقولون أخذها عادي بعدين ما تدري اللي بيبقى نشاريتها لها ما تدري بس بعدين تقولون لا طمعشين حرفيا أنا هذا شعوي اذا لنرى المحل طبعا طلبتها أنا ما أخذتها من المحل كد إذا نروح محلوشيها بس طلبتها اونلاين بجتني باكس كانت مغلفة بلاستيك و بابل باكس تيجي معاها هذي الكيسة تيجي معاها هذي الكيسة اوكي طبعا كوموفلاج إذا شايفينه عجبتني الكيسة مرة عجبتني شبت اللون باكس 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 مش مشي او مانش تسمونه طبعا أنا أعرف البنت وشتديها هذة تبيحة ل شي سمونه جيم أتوقع يعني وما جيم وحركات فالشنطة هذي حسنت انه اللون مرة حلوك يعني ينفع باكس هذا الشي شي ثاني خليني أوريكم تفاصيل الشمفة أو خليني أووشي نتكلم عن المتيريال اللي مصنوعة منها الشمفة موضحة موضحة المتيريال ايش هذا المتيريال وبأنا نرسيت السماحة بس�네 الهجوال خلينا نشوف نشوف مصنوعة من النيوم مصنوعة من النيوبريم او نيوبريم تقريبا يعني زي مادة أو نوع معين من المطاق تعرفون ملابس فإندي الجوال دعني نشوف اشي المصنوع من اليوم مصنوعة من نيوبرين تقريبا يعني زي مادة أو نوع معين من المطاق تعرفون ملابس الغواص؟ ملابس الغواص حقه الغواصين نفس هات نفس المتيريال بالضبط طبعا انا قد غسط مرة فان اعرف المتيريول مزين نفس المتيريول بالضبط المهم اه شلون العناية بهذه الشنطة طبعا هنا بقولكم شغلة واحدة او شغلة مهمة ليش اما بعد فكرت اشتريلي بعدين واحدة مثلها المهم انا من الناس اللي احب لما اشتري شنطة يكون سهل تنظيفها لان انا مادري اتكلمت قبل عن هالشي او لا عندي او سي دي والنظافة عندي اهم شي عن الشنط فانا الشنطة اشتريها ما احب احطها على الاب ايش ما كانت الارض خاصة اذا ارض يعني بره ان شاء الله لو شريتها بعشرة ريال عشرة دولار الشنطة مو عشان غالية رخيصة ما يهر ما احب احطها على الارض كده اتعقد فهادي الشنطة مره اعجبتني لانها سهل تنظيفها ليش اول شي تنغسل باليد تنغسل باليد ناس اللي مثلا يمسحون شناطهم الجلد او شناطهم المتيريال ثانية بالوايبس حق الالكوهول مسحات الكحول ولا يعني مسحات الكحول هذي الوايبس اللي طيحن فيها الحين مع الكوبيد لا تستخدمونها مع هذه الشنطة لانها راح تخرب المتيريال ما تستخدمونها مع الشنطة طبعا ان المتيريال ضد الماية لما يجي مطر وكده بس يعني تقدرون تغسلونها باليد يعني غسل خفيف يعني مو كرف و كرف لان هذه المتيريال فيها مشكلة واحدة انها تتعفط يعني اذا انتم محافظين عليها بتتعفط يعني زي البشرة تطلع فيها زي الخطوط شلون تهتمون بالخطوط الخطوط شلون تهتمون بالخطوط الخطوط هذي عشان تتفادونها لازم تسوون لازم يعني الشنطة هذي لما مثلا تكونون مسافرين او شي ما تحطونها بالسيارة و تحطون كلها اشياء ثقيلة تفعصها و تفعصها هذا الشيء شي ثاني حاولوا دائم لما تغسلونها و تنشفونها يعني ما بتعج بشويش يعني ما بتعفطونها و كده بشويش و ايضا لما تنشفونها لما تنغسل بالموية تحاولون انكم تتمدزون المتيريال عشان لما تنشف تنشف يعني تنشف بشكل سهل يعني لما تكون متعرفته و زي كده ما راح تنشف زين لما تنشف راح يطلع فيها الخطوط هذي او خلينا يقول عرفي توقع ما راح يفهموا للمسعوديين بس لهم مجعلكة يعني هذا الشي شي ثاني اللي ابهى اقول لكم عليه و مهم جدا في الشنطة هذي برضو لازم اروح للنوت عشان انسيت اوكي يقول لك طبعا الشنط هذي اكيد يعني ما راح يروح عن بالي يعني انه يكون فيها مع الوقت يعني مع العمر و كده تطلع فيها هذي الشي سمونها الكور الصغيرة عرفته زي اللي تطلع في الاكواات و كده وشلونة تشيلونها عادي اوكي اوكي تستخدمون الرازر بلايد وتشيلون الاشياء هذي الكورة طبعا هذي الجديدة لسه اللي بحي ما فيها شي بس يعني بس يعني رايزر بلايد صيب؟ اتحلكم في شعاركم موسيقى اوكي تقولونها المهم حلاقة و whatever مش المكينة لا اللي باليد اين المهم الشي الثاني اللي لازم تعرفونه انه لو تعططت لا تنهارون لا تقولون اوماي جاد اخربت الشنطة لا تعرفون حق الملابس الستيمر ما توقع الحين ما في احد عنده هذا الستيمر اللي يطلع دخان مومك ولا انسي انسو حتى تنفع للشباب بايترا فيه موديلات للشباب هذا النوع دفلدار بس فيه برضو أشكال كثيرة يعني تنفع للشباب واصلا هكي تنفع للشباب اللي كانت مثلا الوان يعني يعني غامقة او شوي يعني ما عدري اذا فيه شباب يحبونها اللون ما عدري بس فيه الوان غامقة برضو فالمهم اللي بقول لكم استخدموا لهذا طبعا ما تتحطونا مرة قريب بحيث انه مثلا يسبب يعني بقعة او شي من بعيد ومشو على الخطوط وان شاء الله تروح وبس الشيطان اللي يبغى قوله لكم عطولي دقيقة واحدة بس بجيبلكم اياه وعشان تعرفون ليش هذا الشيء من مهم ومعترمونا لما يشحنون الأغراض او لما تشترون الشنطة وتكون يعني فيها هذي الأشياء لا ترمونا قادي بتكونش تتكلم عنه هذي وردني عنه هذي هذا هو المحر ماذا ليتتكلم عنه حسنا حاولوا انه يعني تحتفظون بهذه الأشياء لأنه صراحة يعني تفيد لما الشنطة احسب من تخطوه مثلا جرايد هذا يتفيد بحيث انه اذا مثلا فضيت الشنطة تتحطوها بالدولاب او تحطوها بأي مكان يعني فوق الدولاب او ماذا يعني زي اللي شد البشرة زي لما تحطون مواد كيماوية في بشرتكم او ماذا عشان تشدها هذي نفس الشي يعني حاولوا تفعصونها بأشياء شوفوا هذي جا معها هذا عموما يعني مرة كثير ماني قادة طلع بس يعني حتى لو ما جا معها تحاولوا ان يكون توقع هذي حتى الأشياء في باع في امادون يعني جدا مهمة للشنط جدا مهمة اللي يحبون على شنطهم مدة طويلة هذي جدا مهمة احنا نحن نحن نفسه ماذا تفعصون ماذا تفعصون بها؟ هيا سنتعلم هذي ماشه احنا نعلم ما تعتقد ما تعتقد ان تعتقد المحفظة و المحفظة و الجوال المهمة انه يعني يصيبون و عدر بخشة وستخدم كلها أعلى شرآ يرا سيكون نجري هادي الباق وشوز أمه حقينها الوز بس يعني أنا ما حب حوط شوزي وشي أتمنى لو كده بووووووووووووو وضع ان تريدونك إبنى ان تغسل منها اللي هتنغسل شوف شوف اللوغو عليها شو كيوت شبار فيها من جوه راح اجيب الكاميرا واصور لكم فيها جوه لانه احس انه صعب اصور من الترايبود فاستويت هنا تحطون الجوال تخيلوا سو كيوت راي شوفوا هذا الجوال تحطونه هنا ولا من شاف ولا من دري وهنا اذا كنتوا مسافرين ومعاكم السوكيس وقعدي تسحبونها وما تبون اشيون هذي تحطون هذي جوه الحق السوكيس الهاندل وتحطونه هنا وتقعدونها على البيسيكل تقعدونها على السوكيس وتحبون السوكيس سو بيري نايس ايضا هذا اللي معاها السير اذا حبيت تحطونها او تستخدمونها بشكل انه سير عالكتف سير عالكتف سير عالكتف او موضع او موضع ما تريد المهم ها عم يتساهل عليكم شي لها بعد اذا كانت مكيلا بكنتو حتى مخاطة كفير ايضا تبدون تحطون فيها هنا فيها زي الجيب بس بوريكم هذا الجيب بسرعة فيها هنا هذا الجيب ينفعل لابتوبس اللي مقاسهم 13 انش يعني اعود اللابتوبات الصغيرة انا اللابتوب حقي كبير 15 انش و جربت احطه و دخل بس يعني اخذ مساحه كبيره بس دخل شي مهم انا نسيت اقول لكم ترا هذي مقاسها في مقاسات في small في medium في large و طبعا رح احط لكم رابط الموقع في بالدسكريبشن عشان تشوفون ايش المقاسات اللي يتبوون لان كل شنطة يحطين لها مقاساتها هذه medium تشوفون الحجم اشلون medium 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 يحطين اشتركوا في القناة